الجيش الأمريكي يخصص مليار دولار لزيادة إنتاج القذائف المدفعية ارتفاع خصيلة ضحايا الزلزال سوريا وتركيا إلى نحو 46 ألفاً والصحة العالمية تطلق نداء عاجلاً لمساعدة المتضررين اتحاد الجامعات في بريطانيا يعلق إضراباته المطالبة بتحسين الرواتب لإسبوعين للسماح بمواصلة المفاوضات السادسة صباحاً الرابع بتوقيت جرانيتش نشرة إخباراتكم من القهرة أهلاً بحضراتكم والبداية مع تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية أعلن الجيش الأمريكي عن تخصيص مليار دولار لزيادة إنتاج القذائف المدفعية من عيار 155 مليمتر التي يتم استخدامها بكميات كبيرة في أوكرانيا وقال الجيش الأمريكي في بيان إن شركتين تتنافسان للفوز بالعقد الذي تبلغ قيمة أكثر من 993 مليون دولار لإنتاج ما بين 12 إلى 20 ألف قذيفة إضافية شهرياً يأتي هذا الإعلان بعد أن منح الجيش الأمريكي عقداً بقيمة 522 مليون دولار لشركتين أخريين لإنتاج الذخائر نفسها في صفقة ممولة من مبادرة المساعدة الأمنية للأوكرانيا التابعة للبنتاجون أعلن البنتاجون أن القوات الأمريكية أنهت دورة تدريبية موسعة لمجموعة أولى لا تضم أكثر من 600 جندي أوكراني شملت منورات يمكن أن تدعم كييف في عملياته الهجومية المقبلة ضد روسيا وأوضح المتحدث باسم البنتاجون الجنرال بات رايدر أن الكتيبة الأوكرانية أكملت تدريباً عسكرياً مشتركاً على المركبة القتالية أمتو برادلي في منطقة غريفينفوير في ألمانيا مشيراً إلى أن كتيبة مدفعية ميدانية بدأت التدرب قبل أسبوعين ومن المقرر أن تلحق بهما كتيبتان أخريان الأسبوع المقبل قال البيت الأبيض أنه لا توجد خطط لعبور الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا أثناء زيارته المرتقبة إلى بولندا الأثنين المقبل وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بايدن سيلتقي الرئيس البولندي أندريا داودا وزعماء الجنح الشرقي لحلف النيتو خلال الزيارة بهدف إعادة تأكيد الدعم الأمريكي الثابت لأمن الحلف كما يعتزم بايدن إلقاء خطاب عشية الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا توصلت أوكرانيا لاتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرد بقيمة 20 مليار دولار لدعم اقتصادها وأوضح صندوق النقد في بيان أن السلطات الأوكرانية حققت تقدما في الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وسيادة القانون مؤكدا أن هذا القرد سيكون داعما لجهود الحكومة الأوكرانية تجاهل انضمام إلى الاتحاد الأوروبي أكدت القوات الروسية أنها سيطرت على بلدة باراسكوفيفكا الأوكرانية الواقع شمال باخموت وقالت القوات الروسية أنها تمكنت من السيطرة على البلدة على الرغم من قلة الذخيرة قالت روسيا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينيسكي رفض كل مساعي إنهاء الأزمة بين البلدين وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بمناسبة الذكرى الثامنة لاعتماد اتفاقيات منسك أكد منذوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن موسكو لم تعد تؤمن بأي تعهدات لحلف النيتو مضيفا أن الحلف كان يستعد للحرب ضد روسيا منذ 2014 قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينيسكي إنه ينبغي ألا يكون هناك محظورات فيما يتعلق بتوريد الأسلحة لبلاده لأنها بحاجة إليها للدفاع عن سيادتها وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا في كييف أضاف زلينيسكي أن لدى أوكرانيا وهولندا تفاهم مشترك بأنه ينبغي ألا يكون هناك محظورات في توريد الأسلحة والدعم للجيش الأوكراني ترجمة نانسي قنقر تتواصل في بافاريا بجنوب ألمانيا فعليات مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن بمشاركة دولية واسعة ووسط غياب روسيا لأول مرة منذ 20 عاما تشهد النسخة الحالية من التجمع السنوي رفيع المستوى التركيز على الأزمة الروسية الأوكرانية فضلا عن بحث المخاوف الدفاعية الرئيسية وسط مشاركة ممثلين من 96 دولة مختلفة حث الرئيس الفرنسي إمانويل مكغو الحلفاء على تكثيف دعمهم العسكري لأوكرانيا لمساعدتها في شن هجوم مضاد مطلوب ضد روسيا معتبرا أن ذلك وحده هو ما سيسمح لدخول كييف في مفاوضات مع روسيا ومؤكدا في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للحوار مع روسيا علينا أن نكثف دعمنا وجهودنا لمساعدة المقاومة الشعب والجيش الأوكرانيين وأيضا لقيادة ربما هجوم معاكس والذي سيسمح بإقامة مفاوضات ذات مصداقية وبشروط مختارة وموافق عليها من قبل السلطات الأوكرانية وشعب أوكرانيا وطبعا مع آمالنا في تلك فإننا مستعدون لتكثيف لأن الأيام الأسبوع المقبلة ستكون حاسمة نحن مستعدون لطول المدة طبعا نحن نأمل في ذلك ولكن إذا لم نأمل ذلك فعلينا معا أن نتمتع بالمصداقية في قدراتنا لتدوم جهودنا وفرنسا طبعا تعمل من أجل هذا إذن هذا هي الروح الموجودة لأن هذا هو الطريق الوحيد أو الوسيلة الوحيدة للعودة إلى المفاوضات بطريقة مقبولة ولجلب روسيا لطاولة المفاوضات قال المستشار الألماني أولاف شولز إن بلاده ستواصل الحفاظ على التوازن بين دعمها لكييف وتجنب التصعيد مشيرا في كلماته خلال مؤتمر ميونيك للأمن إلى أن بلاده أكثر دولة في أوروبا قدمت دعم لأوكرانيا دعيا الدول القادرة على إرسال الدبابات القتالية إلى أوكرانيا إلى أن تفعل ذلك الآن الأوكرانيون يدفعون عن حرياتهم بتكلفة باهظة وبعزم شديد ونحن ندعمهم وبطريقة شاملة ومهما تطلب الأمر ألمانيا لوحدها قدمت أكثر من 12 مليار يورو لدعم أوكرانيا العام الماضي وأيضا كان هناك مليون لاجئ من الأوكرانيين أعطيناهم الدخول إلى سوق العمل هنا ومدارسنا وجامعاتنا ونحن أيضا نقدم أسلحة متطورة وذخائر وبضائع أخرى أكثر من أي دولة في القارة الأوروبية وليس فقط أنا وطبعا فتوقعات شركائنا كانت دائما في محلها معنا ولكن نحن أيضا نتحمل المسؤولية بحجم دولتنا الكبيرة ووضعها وخاصة في هذه الظروف ولذلك فقد مثلا تراجعنا عن سياسة دامت لعقود مثلا بأننا لا نقدم أسلحة في حروب مثل هذه وكان قد ألقى الرئيس الأوكراني فلودمير زلينيسكي كلمة عبر الفيديو كونفرنس في مستهل انطلاق مؤتمر ميونيخ للأمن طالب خلالها بتسريع تسليم الأسلحة المتطورة لأوكرانيا لمواجهة القوات الروسية مشيرا إلى حاجة قواته إلى الطائرات المقاتلة وكدا أن الوقت قد حان لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو فأنا اليوم أقترح لأن نتحرك بسرعة ولكن ليس كمثل العام الماضي فالآن لدي جدل مقنع هنا إنجازاتنا هل يمكن مثلا أن نواجه الضربات الروسية هل يمكن أن نحمي مدننا من الصواريخ الروسية نعم بكل تأكيد هل يمكن أن نحبر أراضينا هناك 1891 من الأدلة على ذلك وهو عدد المدن والبلدات التي استطعنا تحريرها من الاحتلال الروسي هل يمكن أن نعيد الأمن في البحر الأسود وأيضا الأمن الغذائي في العالم البحر الأسود كانت هناك طبعا المبادرة الإنسانية للحبوب وطبعا هذه أمور مقنعة هل الوقت قد حان لأوكرانيا لأن تكون جزءا من الاتحاد الأوروبي معظم الأوروبيين يدعمون انضمام أوكرانيا ولقد حصلنا على وضعية مرشح دولة مرشحة ونحن مستعدون للمفاوضات بشأن الانضمام ونحن متحدون مع الاقتصاد الأوروبي ولوجستيا وطاقويا ترجمة نانسي قنقر أطلقت منظمة الصحة العالمية نداء عاجلا لجمع 84.5 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا وقالت المنظمة الأممية في بيان لها إن النداء العاجل يقيم الوضع الصحي في البلدين بعد هذه الكارثة الإنسانية والتهديدات الرئيسية للصحة والاستجابة الأممية منذ وقوع الزلزال فضلا عن أولويات معالجة الأثار الصحية في كلا البلدين ارتفع عدد ضحايا الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا والسوريا إلى نحو 46 ألف شخص مع تلاش الأمال في العثور على ناجين وقال مسؤولون ومصعفون إن الزلزال أودى بحياة نحو 40 ألف شخص في تركيا وما يقارب 6 ألاف في سوريا تسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا والسوريا في أزمة إنسانية كبيرة بالبلدين دفعت المنظمات الأممية إلى طلب مساعدات عاجلة لتخفيف حجم الدمار ووطأة الكارثة على المتضررين من تلك الفاجعة التي نتج عنها وفت الألاف وتشريد الكثير وأطلقت منظمة الصحة العالمية نداء عاجلا وناشدت خلاله الدول لتقديم 84 مليون و500 ألف دولار لتلبية الاحتياجات الصحية بعد الزلزال الذي ضرب البلدين وقالت المنظمة الأممية في بيان لها إن النداء العاجل يحدد الوضع الصحي في البلدين بعد هذه الكارثة الإنسانية والتهديدات الرئيسية لصحة والاستجابة العممية منذ وقوع الزلزال فضلا عن أولويات معالجة الآثار الصحية في كل البلدين ويأتي ذلك بعد تحذير المنظمة الدولية من تفشي الأوبئة في المناطق المنكوبة من جانبها أطلقت الأمم المتحدة نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر كما أطلقت الأمم المتحدة أيضا نداء عاجلا لمدة ثلاثة أشهر لجمع مليار دولار أمريكي لتركيا حتى تتمكن الوكالة الإنسانية من مساعدة أكثر من خمسة ملايين شخص من المتضررين من الزلزال الكارثية أما على الصعيد الدولي فيعتزم الاتحاد الأوروبي عقد مؤتمر للمانحين لجمع الأموال مطلع مارس المقبل في بروكسل لصالح تركيا وسوريا المتضررتين جراء الزلزال ويهدف المؤتمر إلى تنصيق الاستجابة الدولية للكارثة وسيكون مفتوحا أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة وأعضاء الأمم المتحدة والمقردين الدوليين هذا وكانت وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني قد توقعت أن تتجوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ملياري دولار وقد تبلغ أربعة مليارات دولار وأكثر واعتبرت فيتش أن المبالغ المؤمنة أقل بكثير وتصل ربما إلى نحو مليار دولار بسبب ضعف التغطية التأمينية في المناطق المتضررة تمكنت فرق الإنقاذ التركية من إخراج ناجين من تحت أنقاذ الزلزال الذي وقع جنوب البلاد في السادس من فبراير الماضي حيث تم إنقاذ رجل على قيد الحياة في ولاية هتاي بعد 278 ساعة من وقوع الزلزال وذلك بعد إنقاذ السلطات التركية شخصين في أنطاقيا بعد مرور أحد عشر يوما على وقوع الزلزال وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات التركية لتلقي العلاق بعث الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراجة قال وزير الدفاع إن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم بالمهام والمسؤوليات التي يحملون أماناتها بكل الصدق والإخلاص والتفالي مقتدين بصاحب الذكرى في البذل والتضحية والفداء ملتزمين بالمثل والتقاليد العريقة للعسكرية المصرية أو فياء بقسم الولاء للوطن والإخلاص له لتظلم نصر وطنا آمنا مستقرا بعطاء وتضحيات أبنائها كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراجة وقال وزير الداخلية إن الاحتفال بهذه الذكرى التي ضرب الله فيها للناس مثلا معجزا للعلم يفوق إحاطة العقل والفهم ويتجاوز حدود المكان وحواجز الزمان تؤكد أن إرادة الله دائما ما تدعم العمل الجاد المخلص وصدق النواية وصلت وزارة الداخلية فعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بداية من الثمن العشر الجاري بالزيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى واحد وثلاثين سلسلة تجارية بإجمالية ألف واربعة وسبعين فرعا على مستوى الجمهورية وست وثلاثين معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادق بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية لنهاية شهر رمضان المبارك تستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية بمرحلتها الثالثة والعشرين التي أطلقتها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة أنواع السلع بتخفضات كبيرة تصل نسبتها إلى ستين بالمئة وجود المبادرة بالأسعار والتخفضات اللي موجودة دي بيخلي المواطن يحس أن فعلا السيد رئيس الجمهورية حاسس بالناس وحاسس بالمواطنين وعشان كده بنعمل المبادرات دي اللي بيبقى فيها متوفر كل الأصناف الاستراتيجية وبأسعار مناسبة وأسعار مخفضة ودي بتخلي الناس على الأقل تشعر أن فيه حد حاسس بيها تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية بأفرعها التي يصل عددها إلى 1074 فرعا لـ 31 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية تتوفر فيها السلع المتنوعة بجودة عالية وبالتخفيضات المعلن عنها بالإضافة إلى صرادقات بالميادين الرئيسية و36 معرضا فرعيا للسلاسل التجارية المشاركة بمختلف المحافظات مبادرة كويسة جدا بتقدر توفر طبعا الشعب المصري كل الأسافيات من زيت فكر رز كلام ده كله فهي حاجة كويسة جدا يعني هي لازم تكون موجودة ولازم ندعمها المبادرة دي ساعدت في أن ناخد بسعر أقل من السوق أسعار كلها كويسة جدا وعملت تخفضات كويسة جدا الصراحة وفي إطار تطوير أليات المبادرة بما يضمن انتشارها ووفرة معروض قامت الوزارة بتجهيز عدد من الشوادر الجديدة بالشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات يشارك فيها عدد كبير من الكائنات الصناعية والتجارية الكبرى بمعروضات متنوعة من السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حيث تجري الاستعدادات والتجهيزات داخل هذه الشوادر وضخ كميات كبيرة من السلع بها لافتتاحها أمام المواطنين اعتبارا من الثامن عشر من الشهر الجاري للاستفادة من التخفيضات موضح جميعها على موقع وزارة الداخلية على الانترنت احنا موجودين النهاردة في المبادرة بشكل مباشر لأول مرة موجودين فيها كنا موجودين فيها قبل كده بشكل مش مباشر عن طريق وكلة أو طريق مجموعة من سلاسل التجاريين اللي بتنزل المبادرة مع وزارة الداخلية طبعا بس احنا المرادة لأول مرة نتواجد فيها بشكل مباشر بنشارك بجميع انواع السلعة الغذائية اللي هي في المجال بتاعنا وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نوفر السلعة على مدار العام وفي زاد في المناسبات زي شهر رمضان وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نتغلب على غلاء الاسعار اللي موجود عالميا دلوقتي وما بنبصش لعملية مكسب او خسارة قد ما بنبص ان السلعة لازم تكون بتوفرة وبسعر مونيس احنا بدأنا هذه المبادرة قبل شهر رمضان بفترة عشان نبدأ نسعد المواطن المصري مقدمين اسعار زيوت واسعار مسل نباتي باسعار خصومات تتراوح ما بين 15 الى 25% وحيستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان بمشيئة الله وتحت مظلة المبادرة تواصل منظومة امان توفير السلع عبر 1026 منفذا سابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية تابع لها موضح جميعها على موقع وزارة الداخلية على الانترنت فاضلا عن استمرارها في طرح الكميات اضافية من السلع باسعار مخفضة من خلال سيارات متنقلة موبودة بالشوارع والميادين بالمناطق الاكثر احتياجا والاولى بالرعاية على مستوى الجمهورية انتشار كبير لمبادرة كلنا واحد منذ اطلاق وزارة الداخلية لها مع مشاركة واسعة من كبار التجار والسلاسل التجارية اتاحت معروضا كبيرا من كافة انواع السلع باسعار مخفضة رغم المتغيرات الاقتصادية المؤسرة على اسعار السلع حيث تسعى وزارة الداخلية للا تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال هذه المبادرة تتواصل فعليات مهرجان اسوان الدولي للثقافة والفنون في دورات العشرة والذي من المقارر ان يستمر حتى 22 من فبراير الجاري بمحافظة اسوان ومدينة ابو سنبل تشارك في المهرجان هذا العام 11 فرقة من فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور ثقافة كما تشارك عشرة من الفرق العربية والاجنبية بحث رئيس تونسي قائس سعيد مع وزيره الداخلية توفيق شرف الدين سير التقيقات في قاضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجية وخلال الاجتماع جدد الرئيس التونسي حرصه على معرفة الحقيقة كاملة في إطار الاحترام التام للقانون مؤكدا على ضمان حرية التعبير حيث أكد سعيد أن المتهمين قاموا بالتآمر والفساد وبالاستلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وزعت خارج كل إطار قانونية وأدت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها قال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس الأمريكي كامال هاريس نقشت مع الرئيس الفرنسي مانويل مكغو والمستشار الألماني أولاف شولتس التحديات التي تمثلها الصين واتفقت على البقاء على توافق وثيقة تأتي اجتماعات نائبة الرئيس الأمريكي مع الزعماء الأوروبيين والتي عقدت بالتزامن مع مؤتمر ميونيخ للأمن وسط خلاف حاد بين الصين والولايات المتحدة بشأن إسقاط الجيش الأمريكي لمنطاض تجسس صينية قبال تساحل أولاية الثاوز كارولاينا مطلع هذا الشهر أنهى البرلمان الفرنسي مناقشاته حول مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد والتي استمرت لمدة أسبوعين دون التصويت على المشروع ككل بسبب كثرة التعديلات التي قدمها أنواب من المقرر إحالة القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يتعين عليها إصدار حكمه على مشروع القانون في غدون 15 يوما موسيقى موسيقى قال اتحاد الجامعات والكليات البريطانية أنه سيعلق إضراباته خلال الأسبوعين المقبلين فيما يتعلق بالرواتب وظروف العمل وخلافات المعاشات التقاعدية لسماح بمواصلة المفاوضات حيث أعلن اتحاد الجامعات والكليات البريطانية في وقت سابق أن أكثر من 70 ألف موظف في 150 جامعة في جميع أنحاء بريطانيا سيضربون عن العمل لمدة 18 يوما بين فبراير ومارس في خلافات حول الأجور وظروف العمل ويطالب الاتحاد بزيادة الرواتب بعد أن حدد أرباب العمل زيادة في الأجور بقيمة 3% بعد منح رواتب أقل من التضخم على مدى عشر سنوات لقى ستة أشخاص مصرعهم في حادث إطلاق نار عشوائي بولاية ميسيسابي الأمريكية ووضح التقارير الإعلامية أن السلطات قامت باعتقال مشتبها به بعد أن رصدته داخل سيارة وفي الختام مشاهدين هذه تذكيرة بأبرز العنوين الجيش الأمريكي يخصص مليار دولار لزيادة إنتاج القذائف المدفعية ارتفاع خصيلة ضحايا زلزال سوريا وتركيا إلى نحو 46 ألفاً العالمية تطلق نداء عاجلاً لمساعدة المتضررين اتحاد الجامعات في بريطانيا يعلق إضراباته المطالبة بتحسين الرواتب لإسبوعين للسماح بمواصلة المفاوضات ولمزيد من الأخبار المشاهدين يمكن لحضراتكم تحميل تطبيق أكسترانيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR Code الظاهر على الشاشة شكراً لكم على طيبة المتابعة وتقبلوا تحياتي أنا رامي الحلواني إلى اللقاء اشتركوا في القناة